مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نتابع أخبار إعصار هيلين هذا الإعصار هو الآن من الدرجة الثانية موجود في خليج المكسيك يقترب ويتجه نحو جنوب الولايات المتحدة باتجاه ولاية فلوريدا وهو من الدرجة الثانية يعني معنى ذلك من الدرجة الثانية قيم الضغط الجوي منخفضة بحدود 960 هيكتوباتسكال أيضا سرعة الرياح شديدة بحدود وصلت إلى حوالي 155 كم في الساعة ويتجه باتجاه جنوب الولايات المتحدة ولاية فلوريدا وسواحل ولاية فلوريدا وعندما يصل السواحل يكون إعصار تقريبا من الدرجة الثالثة أي تكون سرعة الرياح ما بين 155 كم في الساعة إلى 178 كم في الساعة ماذا ينتج عن هذا الإعصار؟ هذا الإعصار ينتج عنه أمواج عالية تصل وتتجاوز ارتفاع عشر متر بالسواحل ولاية فلوريدا وأيضا أمطار غزيرة وشديدة ومدمرة ينتج عنها فيضنات وسيول وارتفاع منسوب المياه وأيضا رياح شديدة قد تؤدي إلى اقتلاع الأشجار وتؤثر على المباني وأيضا على المقتنيات هذه هي المخاطر التي تنتج عن هذا الإعصار أما متى يدخل جنوب الولايات المتحدة وجنوب ولاية فلوريدا يدخلها ليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة وبعد ذلك يتابع مسيره إلى الشمال باتجاه ولاية فلوريدا ويضعف تدريجيا ويتراجع تأثيره تدريجيا قيام الضغط الجوي تزداد سرعة الرياح تخف يتحول من الدرج الثالث إلى الثاني ثم الأولى ثم بعد ذلك يوم الجمعة مساء يتحول إلى عاصفة استوائية وبعد ذلك باقترابه من ولاية جورجيا يتحول إلى منخفة جو عادي أي يتحرك إلى الشمال والشمال الشرقي وعند دخوله اليابسي وبالأصل يضعف ويبدأ يضعف تدريجيا هذا الإعصار متوقع إذن ذروته تكون وتأثيره على ولاية فلوريدا ليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة لكن بعد ذلك بإذن الله يضعف تدريجيا أيضا إذن في ثلاث مخاطر رئيسية ارتفاع منسوب المياه أمطار غزية بسبب الأمطار الغزيرة والشديدة والرياح القوية وأيضا ارتفاع الأمواج نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة إلى اللقاء